في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة تتواصل أعمال القوافل العلاجية التابعة لوزارة الصحة بقرية الرغامة بمركز كومومبو مؤسوان وقامت القافلة بتوقيع الكشف الطبي على 1688 حالة من خلال عشر عيادات وتم صرف العلاج المجاني للمواطنين كما تم تحويل عدد من الحالات لمستشفى كومومبو وادرا وآخرين للمستشفى الجامعية لإجراء إجراحات وعمل أشعة أرانين المغناطيسية نحن هنا بنعالج المرضى على نفقة الدولة الكشف والتشخيص والعلاج بالمجان أي مريض أمراض مزمنة بنحوله على أقرب مستشفيات تبع تأمين الصحي علشان يتلقوا العلاج بتاعهم بالكامل بالمجان والتشخيص بالمجان بس هو ده اللي احنا بنعمله هنا وبنتوجه أكتر للأماكن المحرومة والأماكن الشوية بعيدة عن المراكز والمستشفى الجامعية وهكذا